يا صباح الخيرات على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم يوم جديد ويا رب يكون يوم جميل علينا جميعا يا رب ان شاء الله وبداية حلقة جديدة من عرش الصبح بإذن الله تسعدوا معنا بمتابعتكم ليها مشكورين وطبعا لن تخروا الحلقة كالعادة من حديث عن النادي الاهلي والمنتخب والرياضات المحلية والعالمية المختلفة صباح العسل صباح خير عليك يا كريم صباح مش صاح انت النهار ده بصي كالعادة اللي هو شكلي بشكل عام جشت بلا روح اللي يكلمني رد اللي صباح علي رد الصباح لكن هل أنا صحي في عمت انت اللي عارفك حيبان على مدار الحالة صباح الفول الخير على حضراتكم حلقة جديدة وعشرة الصبح في الاهلي ويا رب كده دايما نبدأ يومنا بطاقة حلوة وأمل وسعي زي ما أنا دايما بحب أقول دايما يبقى عندنا حلم بسمهم كمان احنا نسعى ونسيب الباقي على ربنا زي ما كريم دايما بحب يبدأ احنا بيبقى معانا فقرتين خلينا ننوه عن الفقرة الأولى الفقرة أولى هنتكلم فيها عن فريق فريق اسمه المعجزات هو اسمه كده بس هو فريق فعلا قدم معجزات كتيرة بس في قرة القدم لأصحاب القدم الواحدة فعلا النماذج اللي زي دي لما بتيجي معانا يا كريم نتعلم منها كتير قوي بالضبط فقرة تانية هتكون الفقرة التباية مع دكتور دين أبو سعود زي ما احنا متعودين كل أسبوع بيبقى معانا فقرة مختلفة عن ملف مهم جدا بيهم أكيد كل أفراد يعني الأسر أو الأسرة خلينا نتكلم أو هنتكلم في الفقرة دي عن تمثيل الغذائي في الجسد وإزاي أصلا وفكرة على فكرة تمثيل الغذائي مش كل الناس فهمة يعني هي أصلا تمثيل الغذائي وفي ناس مش فهمة إزاي لو عندي نقص في هذا الموضوع ممكن أنه يؤثر بشكل كبير جدا على الصحة العامة بعد كده وعلى الصحة النفسية على فكرة اللي احنا فهمناه من دكتور دين على مدار الحلقات اللي فاتت أنه فيه ارتباط وثيق وكبير جدا ما بين الصحة النفسية والصحة الجسدية لو أنت جسديا كويس بس نفسي مش كويس ده بيؤثر بشكل كبير جدا فارتباطهم كبير فلازم نخلي بالنا من ده ومن ده وكل ده بيرجع تاني أنه أنت بيبقى فيه نقص أو المشكلة الأساسية في نقص الفيتامين طبعا لأ وبعدين التمثيل الغذائي اللي أنت تتكلم عليه أنا هواندي لو دعبستي كويس هتلاقيه نورة نسبة كبيرة من مشاكل الناس اللي بتعاني إما من النحافة أو من السمن هتلاقي فيه عطل ما غنضة راقية بقى طبعا ما بفهمش أوف الحاجات دي بس أكيد related بشكل مباشر للملفات دي فهمت فده طبعا موضوع مهم إن شاء الله يحاولوا حديث فيه تاني وآخر فقراتنا في حلقتنا النهاردة تعالوا بقى نتكلم عن ماتش إمبارح إمبارح كان فيه مباراة تقطيع بالمعنى الحرفي نهائي كأس الرابطة بين ليبربول وشيلسي يعني كل المشجعين إمبارح كل مشجعي الدوري الإنجليزي بشكل عام وطبعا بصفة خاصة مشجعي ليبربول وشيلسي إمبارح كانت أعصابهم بيزة تماما ليبربول يتقدم بهدف والفار يلغيه بعدها بدقاءة شيلسي يسجل هدف والفار يلغيه لحد ما فضله كده ماشيه مع بعض رأس برأس وكتف بكتف لحد ما وسطه للوقت الإضافي والمباراة اشتعلت وشيلسي يسجل هدف تاني والهدف يتلغي برضو كنا أمام مباراة الأهداف الملغاء لحد ما وصلنا لركلات الترجيح واللي حسمت الفوز ليبربول وليجمينة محمد صلاح وفريقه بنتيجة 11 عشرة فضه يلعبوا واحدة وواحدة وكل الأهداف تسجلت بما فيهم هدف من حارس مرمى ليبربول وفي المقابل طبعا شيلسي كل اللعيبة سجلت بالفعل معادة حارس المرمى بتاعهم فكانت مباراة قوية جدا وبعدين بقى شوية تفاصيل بقى وتحبيش ليه علاقة بأن ماندي صد تصويبها من سادي ومن يلعب ليبربول قبل ما يتم استبداله أثناء المباراة يعني كانوا لسه من قريب مع بعض فيه منتخب بلادهم السنغال ومبارح كانوا ضد بعض فيه أرضية الملعب ودي برضو جزئية كده أو جانب من جوانب متعة كرة القدم إنها بتخليك في منافسة مستمرة مع حد النهاردة بتلعب جبه البكرة وارد جدا تلعب قدامه طيب نروح بقى ليه أخبار النادي الأهلي اللي طبعا بيواصل استعداداته لخوض مباراة بكرة إن شاء الله أمام فاركو في الساعة الثامنة مساء أكيد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الممتاز أدى لعيبة الفريق مبارح تدريبات بدنية مكثفة ولكن اكتفى اللعبين اللي كانوا خاضوا لقاء سانداونز في دوري أبطال إفريقيا بأداء ميران استشفائي ضمن فقرات الميران الجماعي طبعا تجنبها للمزيد من الإجهاد وطبعا نتمنى توفيق لعبتنا في مباراة بكرة إن شاء الله موسم مضغوط وموسم هنفضل نقول عليه استثنائي حقيقي غير مسبوك حاجة صعبة فربنا يكون مع اللعيبة بتوعنا لأن فعلا حتى فترات الاستشفاء ما بتكونش يعني كافية زي ما بتقال على كل حال خلينا نروح لملف آخر وملف برضو يعني أنا بشوف الملفات المهمة جدا والملفات الحلوة مبارح انطلقت منافسات بطولة كأس العالم للرماية البندقية والمسدس اللي بتستضيفها مصر بمدان الرماية الجديد في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الفكرة هنا ان هي كمان هتستمر حتى 8 مارس المقبل بمشاركة كم دولة بقى يا كريم دي اللي بنتكلم عنها السياحة الرياضية 65 دولة جايين لك لغاية هنا عشان نشهة تضافر الجهود طبعا لإخراجها في أفضل صورة استكمالا لسلسلة النجاحات اللي بتحققها الدولة المصرية في استضافة كبرى الأحداث والبطولات الدولية طبعا بفضل ما تتمتع بي من مقاومات وبنية تحتية رياضية مقامة وفق المعايير طبعا الدولية تحت قيادة سيادة الرئيس فحاجة يعني أعتقد مشرفة وحاجة حلوة جدا وده بيرد أو بيخليك بص يا كريم أنا دايما بحب أقول جملة الرد على الأرض يعني ممكن أي حد ييجي يقولك أنت ما تقدرش تعمل كذا أنت ما عندكش إمكانيات أنك تعمل كذا أنت حدودك هنا أو إمكانياتك هنا مهما تقال دايما الرد بيكون على الأرض الفترة اللي فاتت كان عندنا يعني فكرة أو الناس مصدقة أن حتى على فكرة في الداخل أن أنت ما تقدرش تعمل بطولة كبيرة دولية وأنها تقام بمعايير دولية وتطلع بصورة محترمة الكلام ده تم إلغاءه على الأرض أنت عملت كام أو استدفت كام بطولة في مختلف رياضات جات لك دول كتيرة جدا بالمئات في ظل فترة كمان لو هنتكلم عن 20-20 تحديدا في ظل فترة كان العالم كله بيعاني من انغلاق تام فأنت بتتكلم أنت كنت عامل زي طبعا الكرة الطائرة لو أنت فاكر طبعا بطولة كرة الطائرة وكرة اليد ده برضو بطولة العالم وكرة اليد اللي اتعاملت بالبابل الفقاعة الطبية اللي هي بعد كده وصدرت للعالم بعد كده حاجة بتكون مشرفة وحاجة بتبقى دعمها للسياحة بشكل كبير جدا فإحنا عايزين مزيد ومزيد طبعا من الأحداث الرياضية دي طب إحنا التليفون جاهز يا جماعة طيب خلاص هنحاول ناخد تليفون برضي عشان نعرف أكيد مزيد من التفاصيل نروح بقى لطبعا ملف البطولة ورجع لنا التليفون مرة تانية سيدة تلواء حازم حسني رئيس اتحاد المصري للرماية ومعانا ديوقتي على التليفون سيدة تلواء يعني صباح الخير على حضرتك فاندم طبعا نور يا فاندم وعلى كل استادة المصري المستفى يعني خلينا نبدأ نقول ان دي مش أول بطولة دولية الاتحاد المصري يعني للرماية بينفذها ازاي ممكن ان احنا او اشتغلته ازاي لإنجاح البطولة احنا دايما بنشوف النتاج الأخير لكن بيبقى فيه وراها كواليس وبيبقى فيها حاجات او قصص احنا حابين برضو ان احنا نكون جزء منها تفاضل افندم احنا عندنا طبعا استعدادات البطولة دي بتكون يمكن قابلها من ثلاثة إلى خمس شهور استعدادات علشان نستطيع نحن نقرك البطولة على أحسن مظهبين طبعا الاستعدادات اللي احنا شغالين عليها حقاليا هو كان شغالين عليها طبعا لان احنا ازاي نقيت اماكن لقامة البطولات ازاي نستطيع الوقود في الفنادق ازاي نعمل لجان المنظمة ده كله كان بتعاون مع الوزارات المحنية ووزارة الدفاع الداخلية ووزارة الشباب والرياضة اللاجئة المصدية والحمد لله يمكن احنا ده نجاح كبير لنا ان احنا نعمل حاجة زي نية المهضة وبالتالي ده ان انا استطيع في المهضة 67 دولة باجمال مشاركات 1500 مشاركة وده عدد كبير جدا في هذه الظروف طبعا وبعدين العدد الكبير ده كمان حضراتكم يعني احسنتم التعامل معاه يعني في وقت برضو فيه كلنا لسه بنتكلم شوية انا ونهواند في حتة ان احنا مصر في الفترة الاخيرة واكتر من مرة ولا سيامة هذه المرة وهذه البطولة بصفة خاصة اكيد يعني في الوقت اللي العالم كله بيبقى قاعد بيلغي حتى الكثير من الفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة مصر بتنجح وبتبهر العالم في التنظيم فحنا منتكلم على رقم يشكل يعني عاقبة الى حد ما على الصعيد الاداري والفني وحتى اللوجيستي فازاي تعملتم مع الملفات دي يا فن؟ والله الملفات دي كان لدينا خبرات صادقة وبدأنا نحن نحسن من اداءنا في اداء الفجان الفنية والتخصصين نحن نوصل ازاي نحن نخلي العدد القادم يشارك في هذه البطولة نستطيع نحن نتغلب على المشاكل لان زيادة العدد يزيد من عدد المشاكل اللي كانت ممكن ان تظهر لها لكن الحمد لله تغلبنا عليها بان عدد اللي جان المنظمة كانت تضاعفة او ثلاث مرات بالليجان الفنية الصادقة عشان نستطيع 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 مثل هذه البطولة وانها تكون بكرة البطولات الكبيرة التي صادفت حد مصر وجملة مصر عربي طيب سيدة الوقت سؤال اخير حابين برضو نتكلم هنا عن يعني مستوى لعبتنا مقارنة بالمستوى العالمي احنا وقفين فين يعني خلينا برضو نعرف من حضرتك الصورة طبعا احنا لازم نقول وبكل صراحة ان احنا من منذ توكيو 2021 حتى الان لم يتم اشتراك في اي مسابقات مش عشان اي تقصيد من اي جهة من الجاتب في مصر لكن المشكلة ان الدول الاخرى لم تقوم بعمل مسابقات فالنهارة دي اول احتكاك للفريق المصري بالنواء يشارك في هذه البطولة بالدول معظم دول العالم على اوروبا طبعا لان اوروبا اعلى مسابقات مستمرة ولكن احنا بالنسبة لنا دي اول مسابقة اللي يتم من الشراك فيها دولية رائع جدا بس المستوى بتاع اللعيبة بتاعنا يعني نقدر نقول انهو مقارنة برضو بيه المستوى العالمي او الدولي احنا في رانكين كويس؟ هو ده السؤال والله احنا هنقول الكلام دوت بعد المسابقة لانه النهاردة احنا بحق ارقام والارقام دي مقارنة بأرقام العالم لذا نقول احنا نكون قريبين من العاشرة او الانقاشرة العالم ماذا سيحدث ده اللي احنا هنشاهده النهاردة في تطبيق في ظل تطبيق قانون البحث الدولي الجديد ده هو تم تعبيله وسيطبق اول مرة هذا العام في مسابقة رائع جدا سيدة اللواء بنشكرك يا فندم شكرا على هذه المداخرة شكرا لك حقيقة فيه تطور ملحوظ في رياضة الرماية في رياضات مختلفة الله يا كريم يعني كنا زمان بنسمع عن رياضة او اتنين مصر متفاوقة فيهم ومنهم طبعا السكواش وما زلنا ولكن مؤخرا انت ازوح عندك لان ازوح عندك اهتمام من الدولة فده انصب على المجالات المختلفة على رياضات المختلفة وعلى الثقافة العامة للمجتمع خلي بالك عشان تغير ثقافة المجتمع لازم يكون جاي من فوق لازم يكون جاي من اختلاف القوانين القوانين هي او السياسات عامة هي اللي بتؤثر بعد كده على العرفة على العادات على الافقار على الثقافة فده حاصل كان في السنوات الماضية عارفك جملة تأكيدا لكلامك يعني جملة اللي انت بتقولي ايه لازم بقى الكلام جاي من فوق ده فلاش باك على طول لكتير من المرات اللي بنشوف فيها سيد رئيس الجمهورية الساعة خمسة الصبح وأحيانا قبل كده وعلى الدراجة الهوائية هو وبقية الناس إما بيفتتح حاجة إما بيعني بيمر على كلية عسكرية يعني فكرة ان برضو يكون في قدوة للشعب فده بيأكد رئيس تقوليه الكلام اللي بيكون جاي من فوق بيؤتي ثماره في آخر والتوصيات برضو اللي بتتقال وفكرة هنا اهتمامه بالرياض النسائية كل ده بينصب على النتائج في الآخر أو في الأول في الآخر زي ما بتقال لمصر لصالح مصر فيعني لا احنا ماشيين اعتقد في طريق كده سليم جدا واللي جاي ان شاء الله كمان يكون أحسن نروح فاصل سريع ونرجع بعدين نكمل كلام نتفضل طيب خيانا بلداتي نتابع مع حضراتكو زي ما احنا متعودين كل يوم أخبار النادي الأهلي والفرق المختلفة والأنشطة كمان ومرسلتنا العزيزة هنا أبو القاسم هي موجودة في مقار النادي الأهلي بالجزيرة ياهنا بنصبح عليك يا أنا وكريم وكل جماهير أكير عشر صبح في الأهلي وسمعينك تفضلي يا صباح الخير عليكو على كل مشاهدي القناة الأهلي في كل مكان يوم جديد وعشر الصبح في الأهلي وزي ما عودناكو دايما هنقلوكو كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرق الرياضية المختلفة خلوني في البداية أبدأ بالفريق الأول لكرة القدم النهاردة الفريق هيواصل تدريباته تجمع الفريق هيكون الساعة 12 الظهر والمران هيبدأ الساعة واحدة طبعا الظهر استعدنا بقى لمبارات غدا إلا هتكون أمام فريق فاركو الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الدولي يعني طبعا يا نهاردة ويا كريم زي ما احنا عارفين أنه الفريق كان واصل تدريباته وأمس بدون راحة سلبية بعد مبارات سان داونس خليني أكلمكم أكتر عن ميران أمس يعني مستر بيتسو موسماني المدير الفني للفريق كان حاريسكا العادة على عقد محضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران ليحدثتم بقى عن بعض الأمور الفنية وكمان عن أهمية غلق مبارات سان داونس يعني زي ما احنا عارفين أنه النادي الأهلي دايما بينافس على جميع البطولات سواء بطولة الدوري أو بطولة دوري أبطال إفريقيا يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي في مبارات غدا أمام فريق فاركو خلونا كمان نروح لي ناشئين كرة القدم بالنادي الأهلي يعني فريق 2003 قدر أمس يحقق فوز على فريق المقاولون العرب بنتيجة 2-0 دا طبعا كان ضمن منافسات الجولة الـ 21 من بطولة الجمهورية يعني كان أحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب رأفة خليل في الدقيقة 26 وبعدها مباشرة قدر يحرز اللاعب محمد أحمد الشهير بشرقية في الدقيقة 28 الهدف الثاني من اللقاء وبكده يكون رفع النادي الأهلي عدد نقاطه لي 43 نقطة كمان الحقيقة ناشئين 2005 قدروا يحققوا فوز على فريق الإسماعيلي خارج أرضهم بنتيجة 2-1 دا كان ضمن منافسات الجولة الـ 22 من بطولة الجمهورية يعني كان افتتح الإسماعيلي التسجيل لكن رجاء شباب النادي الأهلي قدروا يعملوا كومباك ويفوزوا في المباراة يعني كان أحرز هدف التعادل اللاعب فارس خالد في الدقيقة 34 وقدر بقى يحرز هدف الفوز اللاعب سيف الطيب في الدقيقة 77 وبكده يكون قدر يرفع ناشئين كرة القدم بالنادي الأهلي فريق 2005 عدد نقاطهم لـ 46 نقطة خلونا بقى نروح لأخبار الفرق الرياضية الأخرى ونبدأ من الفريق الأول للسباحة التوقعية اللي كان مشارك طبعا في بطولة سبورتكست أرتيستيك سوميج اللي كانت مقامة في الإمارات الحقيقة أنه الفريق الأول بالنادي الأهلي عمل للحقيقة بطولة كبيرة جدا ومشرفة جدا أشاد بها الجميع يعني خلوني أكلمكم أكتر عن اللي إدري حققوا النادي الأهلي إدري حقق مركز أول عمومي فرق وأيضا مركز أول 18 سنة فرق وأيضا مركز أول فردي عمومي عن طريق اللاعبة ملك إياد ومركز تاني فردي عمومي عن طريق اللاعبة جايلانشتلة يعني طبعا بوهنق الفريق الأول للسباحة التوقعية بالنادي الأهلي الحقيقة أنه دايما كالعادة النادي الأهلي بيشرف ويرفع اسم مصر في جميع المحافل الدولية نروح بقى للعبة كرة الطيرة سيدات كرة الطيرة النهاردة هيكون عندهم مباراة أمام فريق الشمس في الشمس المباراة هتكون الساعة 8 مساء ضمن منافسات بطولة الدوري يعني إن شاء الله طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق يقدروا يفوزوا في المباراة ويقتنسوا ثلاث نقاط جداد كمان رجال كرة الطيرة عندهم النهاردة مباراة مع فريق الاتحاد السكندري المباراة هتكون الساعة 2 العصر ضمن بقى منافسات الدور الترتيبي من بطولة الدوري يعني دي طبعا تاني منافسة في الدور الترتيبي أمس كانوا افتتحوا منافسات الدور الترتيبي من بطولة الدوري قدروا يحققوا فوز على الطيران بنتيجة 3-0 الحقيقة إنه رجال كرة الطيرة عملوا مباراة كبيرة جدا يعني قدروا يختموا الشوت الأول بنتيجة 25-13 الشوت الثاني بنتيجة 25-21 والشوت الثالث والأخير بنتيجة 25.14 أتمنى لهم طبعا كل التوفيق إن شاء الله يقدروا أيضا يحققوا فوز في مباراة اليوم أخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد بالتحديد رجال كرة اليد النهاردة طبعا هيوصلوا تدريباتهم هيكون عندهم تدريب الساعة 4 العصر يعني الحقيقة هم عندهم الفترة المقبلة مباريات كتير جدا ومباريات مهمة خليني طبعا أقولها لكم يا نهواند ويا كريم يعني المباراة الأولى هتكون يوم 3 3 هتكون مباراة أمام فريق سبورتينج بسبورتينج ضمن بقى منافسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر بعد كده هيكون عندهم يوم 9.3.10.11.3 المرحلة الأولى من الدور الأخير من بطولة الدوري وبعد كده هيكون عندهم يوم 29.23.33.31 المرحلة التانية من الدور الأخير من بطولة الدوري واللي طبعا هيتحدد من خلالها بطل الدوري لهذا الموسم يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة اليد إن شاء الله يكون هم أبطال الدوري لهذا الموسم ونكون بنحتفل في عشر الصبح في الأهلي يعني دي كانت أبرز أخبار الفرق الرياضية من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة والآن العودة لكم مرة أخرى في الستوديو نحن كمان أكيد بنتمنى الفوز للنادي الأهلي إن شاء الله تكوني معانا مرة تانية هنا وتبلغينا بقى هذا الخبر الخاص بفوز الفرق المختلفة كمان في النادي شكرا لك يا هن طيب نروح بقى مع حضراتكم من أهلي الجزيرة إلى موقع البوابة نيوز وزميلتنا العزيزة مريم ساميح هي موجودة هناك دلوقتي عشان تطلعنا على آخر الأخبار وأهم المنشتات في كافة الصحف والمواقع الرياضية المختلفة ومنهم منشتات لي علاقة بأول تصريح قاله محمد صلاح بعد الفوز بكأس الرابطة مريم صباح الفل عليك تفضل صباح الخير عليك يا كريم بصبح عليك يا نهواندو بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل مقر جريدة البوابة نيوز والبداية طبعا زي ما انت قلت يا كريم خبر بخصوص صلاح واحتفاله بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والبداية من روسيا اليوم صلاح يعلق بكلمتين على تتويجه بكأس رابطة مع ليفر بول احتفل النجم المصري طبعا محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف ليفر بول على موقع انستجرام بتتويجه يعني بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة على حساب تشلسي ده طبعا أمس الأحد بعدما فاز ليفر بول وطوق بكأس رابطة بركلات الترجيح بنتيجة 11 عشرة زي ما احنا شفنا طبعا بعد انتهاء الوقتين سواء الأصلي أو الإضافي وبعد المباراة نشر محمد صلاح صورته أكيد بكأس رابطة وأيضا صورة أخرى من احتفاله مع زملائه في غرفة خلع الملابس وعلق قائلا بكلمتين فقط هم وان داون أو واحد آخر وده طبعا تعليقا على لقب آخر حققه محمد صلاح مع ليفر بول لأن طبعا منذ اندمام محمد صلاح لليفر بول في عام 2017 ده اللقب الخامس له مع ليفر بول كان اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا عام 2019 وأيضا كأس العالم للأندية في 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020 وأيضا السوبر الأوروبي في عام 2020 ومن اليوم السابع أرقام استثنائية لكيليان مبابي مع باريس سان جرمان هذا الموسم يقدم طبعا جناح باريس سان جرمان كيليان مبابي موسما استثنائيا مع نادي العاصمة الفرنسية وفقا لما حققه من أرقام منذ انطلاق الموسم الجاري 2021-2022 وقاد مبابي طبعا الفريق للفوز على سانتيتيان بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعتهما أمس أول السابت بالجولة الـ 26 بالدوري الفرنسي وده طبعا حيث سجل هدفين ووصل مبابي إلى الهدف الـ 14 في مسابقة الدوري الفرنسي هذا الموسم من مجموع 24 مباراة حتى الآن وقدم 10 تمريرات حاسمة والأول مرة يحقق مبابي هذا الرقم في مسيراته الكروية بأن يسجل ويصنع أكثر من 10 أهداف في موسم واحد بالدوري الفرنسي وبشكل عام خاد مبابي 34 مباراة بكافة المسابقات مع باريس سان جرمان خلال الموسم الجاري أحرز 24 هدف و17 تمريرات حاسمة ومن صحيفة الشرق الأوسط تفشي الفوضى في كرة القدم الإنجليزية لماذا يحدث وهل يمكن القضاء عليه الحقيقة أن تقرير مهم جدا أو تحقيق وتحقيق صحفي كبير نفذته وصحيفة الشرق الأوسط بخصوص الفوضى المنتشر في كرة القدم الإنجليزية وهناك مستويات مقلقة من الفوضى في المباراة هذا الموسم حيث يتم تجاهل القواعد والقوانين ويتم انتهاج تدبير السلامة ويجرأ اعتقال بعض المشجعين المشاغبين بشكل منتظم وحدث شجار بين مشجعي توتنام ووستهام في منافستين مختلفتين وألقيت مقلوفات من المدرجات في ملعباي أفرتون وشيلسي كما ألقيت أيضا ألعاب نارية واقتحمة الجماهير ملاعب نورويتش سيتي وليستر سيتي وأرسنل وتم اعتقال 18 شخص مؤخرا وطبعا الحقيقة أن أسند تحقيق الشرق الأوسط كل هذه الأسباب يمكن لتفشي فيروس كورونا خلال العامين الماضيين وبسبب كمان أن الجماهير لم تتفرج على المباريات في المدرجات لمدة 18 شهر ويمكن خلق نوع من الكبت لدى الجماهير وأيضا يمكن تناول الكحليات وكمان الكوكايين وده اللي قال عليه أو شهد كل اللي حضر كل هذه المباريات ويمكن تكلموا عن أن هم كانوا بيدخلوا الحمامات الخاصة بالمدرجات وكانوا بيلاءوا أن الكوكايين زي المصاحيق في هذه الحمامات وأيضا تكلموا عن التعامل الشرطة ويمكن ده خلق حالة من العضونية الكبيرة وده طبعا وفقا لتصريحات كل يعني يمكن المحللين القانونيين في أمريكا وأخيرا من الأخبار الاتحاد الدولي للسلاح مصر وجهتنا الكبرى في تنظيم البطولات العالمية طبعا طلقت مصر إشادات موسعة من كافة الدول التي شاركت في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بصالة السادة القهرة بمشاركة 177 لاعب من 33 دولة وأشاد الاتحاد الدولي للسلاح بالتنظيم المبهر لمصر كاعدتها في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات الأخيرة رغم الظروف طبعا شفنا أن جميع الدول كانت تغلق أبوابها أو كانت بتفرض السيطرة وكانت بترفض أنها تستقبل البطولات الدولية والعالمية بسبب طبعا الظروف الاقتصادية والسياسية وخاصة تفشي فيروس كورونا ولكن رغم كل هذه الظروف قدرت مصر أنها تحارب هذه الظروف الاستثنائية وتستضيف عدد كبير من البطولات العالمية على أرضها وده اللي قاله طبعا كافيرو جافستي رئيس الاتحاد الدولي لسلاح الشيش واللي تكلم أن مصر لديها إمكانيات كبيرة سواء الأماكن المخصصة وكمان الإمكانيات البشرية وقال أنه الحقيقة وجد تعاون كبير جدا من قبل كل القائمين على الاتحاد المصري لسلاح الشيش دي كانت كل أخبارنا الصدر صباح اليوم الاثنين من داخل مقار جارية البوابة نيوز بشكركم جدا الكلمة لكم مرة أخرى نحن نشكر جزيلا شكر زميرتنا العزيزة مريم سميح على هذه التخطيات الصحفية المميزة الموضوع الخاص بالشرق الأوسط اللي كان بيتحدث عن فكرة تعاطي المخدرات اللي أدى إلى زيادة المعارك في يعني كرة القدم الإنجليزية بين المشاجعين أعتقد حاجة غير مسبوقة خلي بالك من حاجة الجماهير أو جماهير الكرة الإنجليزية ده مش من عادتهم هم آه عندهم حماس بيكون بس بيكونوا كانوا أو الفترة الفاتت يا كريم ملتزمين جدا باستثناء هذا الموسم لا في حاجة مش مزبوطة أبدا هذا الموسم في كرة القدم الإنجليزية الكحليات موجودة الكوكايين دي مش من الثقافة بتاعة الإنجليز أبدا أو الجماهير الإنجليزية وأنه يكون بهذا الشكل فحاجة غريبة جدا تغيير واضح جدا للمنظومة أو منظومة كرة القدم في إنجلترا لكن أعتقد أنه لازم يتم حسمها مقدمة يعني في الفترة اللي جاية لأنه مش طبيعي أبدا هذا السلوك هو غير مقبول في أي دولة بس تحديدا من يجل تكلم عن الجماهير الإنجليزية ده شيء غريب برضو صحيح وبعدين هم يعني من زاوية تانية هم الحقيقة طول عمرهم مشهورين بالشغب في المدرجات وفي الملاعب وبرا الملاعب يعني دايما أي اللقاء حتى في كاس عالم بتبقى طارف في إنجلترا وتخسر والله وساعات بتبقى كاسبانة كمان بيقلبوا الدنيا بعدين كل فترة والتانية يطلع منهم مجموعة كده تلاقي جروب متطرف جدا ما تفهميش بقى خلفيته أيديولوجية ولا رياضية ولا إيه ملتهم بالزب بس تلاقي كل شوية جروب يطلع لك وبيعملوا كل أشكال الترهيب على الفرق المنافسة فيه مؤخرا في آخر كم سنة فيه حاجة اسمها راد هادس أو راد ناكس مش متأكد من الاسم يعني بس برضو جماعة من فصيل كده من مشاجعين دي بتبقى فئات أنا بتكلم على الجمهور الإنجليزي عادة ما عندوش هذا النوع من الشغب اللي بنشوف يعني إحنا مشوفناش قبل كده آه بيبقى فيه تعصب شديد طبعا ولكن مش بيوصل لدرجة المشهد اللي احنا شاهدناه بالأمس على سبيل المثال وفكرة تعاطي الكوكاين حتى كان رئيس الوزراء هناك كان بيتحدث أن ده غير مسبوك فكرة هنا الكوكاين تحديدا والمخدرات في مشهد مختلف فعلا على كل حال هو موسم غريب على كل الدول وعلى كل المنتخبات طيب الفقرة الأولى انتهت بما تحمله طبعا من أخبار مختلفة ويعني منشتات وحالة التقس والبطولات المختلفة وغيره هنروح بقى أفاصل وحنرجع الفقرة الأولى زي ما نوهت أنا وكريم في بداية الحلقة فريق المعجزات هو منتخب زي ما كنا بنقول كرة القدم لأصحاب يعني القدم الواحدة تاني النماذج اللي زي دي بتعلمنا قد ايه ما فيش حاجة مفروض تكون اسمها مستحيل في الدنيا طول ما انت عندك إرادة لازم تلاقي طريق ما فيش حاجة اسمها أصانا ظروفي كده أصانا دي التحديات اللي أنا بواجهها ما فيش حاجة اسمها كده أبدا ربنا خلقنا في الدنيا دي علشان حتى لو واجهنا صعوبات وحطينا في اختبارات لازم ان احنا نطلع منها وفي الآخر نوصل للسعادة ونوصل للنجاح اللي احنا يعني عايزينه في حياتنا فنماذج رائعة جدا هتنضم لنا فيه الفقرة الأولى ونسمع ونتعلم فاصل ونرجع نكمل موسيقى اهلا بيكم مرة تانية قبل ما نطلع الفاصل الأخير اللي فات ده نهواند كان بتكلم حضراتكم عن الصلابة وعن التحدي وعن الإرادة وعن العزيمة بتيجو نشوف ترجمة حرفية لكل حاجة كلمتها عنها نهواند من خلال ضيوفنا اللي حينوورونا فيه أول فقرة حوارية فيه حلقتنا النهاردة ثنائي مميز جدا محمد غريب وإيه أحمد سعد لعبي فريق المعجزات صباح افضل عليكم وإهلا بيكم نورنا وشرفيننا اسمع لمسامة فريق المعجزات واللي احنا كمان عرفناه قبل ما ندخل الهواء إن محمد تحديدا بيبعث لنا وبيتابع البرنامج بشكل كبير ده حاجة أكيد تسعدنا جدا وأحمد أنت منورنا بجد أنت مثال زي ما احنا قلنا كده حاجة يعني ملهمة ملهمة فعلا فبس ممكن نبدأ معاكم من الأول خالص القصة لو تسمحولنا يعني ونعرف أصلا سبب الإصابة لو هبدأ بيك يا أحمد أنا طبعا في البداية كنت إنسان عادي جدا بمارس حياتي طبيعي جدا وأثناء الشغلي حصل لي حدثة قدت لفقد الطرف رجل الشمال حصل لي باتري في رجل الشمال أنا كان في دماغي أني خلاص أنا كده حياتي تدمرت مش هادر أفع على رجلي تاني وفي الفترة دي طبعا كنت خاطب فحصل أن أنا قلت الخاطب تقولها خلاص كده مش هنكمل ومش هقدر بقى أن أفتح بيت وعمل غسرة وكلام ده كله طب هي ما كانتش مفقة يعني لا بالعكس والله أنا لسه دورها جاي طبعا هي رفضت النية تسيبني وبالنسبة طبعا للكورة أنا من عشاء الكورة طبعا لا يوجد حد لا يوجد حد لا يوجد حد دقيقة الكورة صحيح فكنت ألعب وقبل كده كنت مقدم في نادي في المينيا وخلاص تم اختياري والموضوع كان تمام بس طبعا بعد الحدثة فقدت أن ألعب كورة تاني ركبت طرف صناعي وابتديت أوقف على رجلي وأكمل شغلي وأوقف تاني وأتجوز وأخلف والكلام ده كله بس طبعا حبيت أن أجرب أن ألعب كورة مع أولادي ففي فترة كده بشغط الكورة بالطرف الصناعي فالعملية ابتدت تفتح مني حصل لي إصابة فخلاص أنا كده فقدت الأمل أن أقدر ألعب كورة تاني وامارس كورة تاني فبعد كده حتى ما كنتش باتبع كورة عملت لي خلاص حالة نفسية أن أنا خلاص كلما أشوف كورة أفتكر أن أنا لو شغط كورة خلاص سيحصل لي مشكلة ويحصل لي إصابة ففي وقت كده قاعد ماسك الفيس طبعا زي أي حد بقلبه فلاقيت الكابتن محمود عبدو طبعا هو المؤسس الكورة هنا في مصر لقيته عمل شقلبة شهير كده كان في ماتش كنا سعادنا تقريبا أن إحنا دخلنا كاس عالم فتواصلت معاه وليقيته بيلعبوا كده فبقول له حضرتك وإزاي في لعبة الرقز بالعوكاز الرقز بالعوكاز طبعا مشهور جدا ودلوقت هو محترف في تركيا بيلعب نادف في تركيا فتواصلت معاه وقلت له كابتن أنتو ازاي بتلعبوا بريجل واحدة وكده وقال لي طب تعال وممكن رحب بي جدا وتعال وتجرب وكده فجبت لبس رياض وجبت كوتش وابتديت أنه روح طبعا كان وزني من القاعدة وانا ما بتحركش كان وزني زيادة جدا ابتديت أقلل وزني المهم روحت وابتديت ألعب معاهم في البداية أشعطوا الكورة مثلا أنا ألاقي نفسي وقعت مش عارف هجري إزاي هتحرك بأكاز واجري برجل واحدة إزاي هب عندي ارتكاز أنطق كورة والكلام ده كله فالموضوع كان صعب معايا جدا فروحت أول تمرينا ابتديت أكمل معاهم لقيتهم كلهم بيتعاملوا أخوات ويساعدوا بعض ويحبوا بعض في اللعب ولاقيت فيهم مواهب وابتدينا بعد كده أول ما اتمرنت معاهم ولعبت معاهم لقيت نفسي بعد ما كنت مش عارف أشوت كورة وبقى على وشي وأجل أتحرك مش قادر الموضوع بقى سهل الموضوع مع الممارسة ابتديت بعد كده تابع معاهم النهاردة بنفتح سبرينتات يعني لو في حد مثلا ساوي أنا آسف يعني في أن أنا أقول ساوي أو حد بنتحدى مثلا لو في حد زميلي مثلا بلعب معهم يمكن كان فيه صورة عرضة زمالي لأسوية دائما في شغلي بيبادعم لي على طول ومثلا بنحجز ملعب نجر ونلعب فبلعب معهم وبيعملوا احتكاك احتكاك معايا وبيوقعوني وكده هو عايز سلعب كورا هو كده فبيعلموني برضو بتعلم منهم النهاردة ساعات بتحدى مثلا أي حد سوي عنده رجلين يقدر يجري بهم هفتح وصده سبرينت ساعات عدي يبقى في تحدي حتة التحديات والنقلة وفكرة هنا أنا من شخص حاسس أن الدنيا تدمرت لشخص بالعكس أنا واصل كل حاجة أنا عايزة حتى لو ظروفي مش صباح هنرجع للنقطة دي أنا هاكير عايزين نسمع بس اسمح ناخد برضو يعني ابن محمد لو تسمح لنا طبعا نحن نسألك عن سبب الإصابة برضو وبعد كده عايزين نخش طبعا على فكرة التحديات معاك أنت وأحمد أنا مساء الخير الأول صباح الخير صباح الخير صباح الخير على حضراتكو أنا على فكرة أنا أول حاجة أنا متشرف اللي أنا مع حضراتكو والله دائعنا نشرف بجد والله العزيز أنا ممكن تكون كستتي مختلفة عن كابتيني طبعا أحمد عشان أكبر منه وأقدم منه ده يعتبر كابتيني أنا مختلف شوية أنا بقى اسم محمد غريب من المنوفية عادية عريقية وناسها جميلة جدا نحن محترمين والله ويحبوني ومشجعين أوي 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 بس نكستي تختارف عن الأستاذ أحمد أنا كنت خاطب وخلاص وحياتي كانت مستقرة والحمد لله و بس خاطبتي سابتني ثالث يوم الحدثة يا الله العظيم أنا مزعنال منها هم هم أول حاجة يعني هو ده اختبار من عند ربنا طبعا طبعا وهي ربنا يساعدها بالله أحسن من ربنا يساعدها بالله أحسن من ويديها على قد نية بس والله العظيم أنا مزعنال منها ومزعنال من حد خالص عشان أنا مزعنال من حد بس أنا والله العظيم يعني حبيب لها الخير بجد على بعضها لأن واضح إنها مليانة الحمد لله أسفل المؤاطع بس نحن لازم نطلع واصل على طول نرجع نسم عمليك بعد أتفضل بحضراتكم مرة ثانية ودي من الفقرات المحببة لقلبي أنا شخصيا بشكل كبير جدا اللعب أحمد غريب و اللعب أحمد مصعد وفريق المعجزات ومنتخب طبعا يعني فريق كرة القدم القدم الوحدة وحاجة فعلا يعني تاني هرجع أقولها ملهمة جدا كنا نتكلم معك يا محمد قبل الفاصل واتكلمنا عن الشقة شوية ليه علاقة بحاجة شخصية مريت بيها و بس هقول لك على حاجة نحن لا نقف هنا كتير صدقني في الأول وفي الآخر اللي لا نقف جنبك خش على الجاي شوف انت في دلوقتي شوف انت في قناة عاملة ازاي بتمثل ايه الناس كلها فخورة بيك احنا بنستمع لك السيدة المشاهدين المتابعين النصرين بيستمعوا القصتك الملهمة خلينا نعرف بعد الحادثة اللي حصلت دي ازاي محمد قدر انه مرة تانية يقف على رجليه ويبتدي حياته ويبتدي قصة النجاح اللي احنا بنتكلم عنها انا كنت انا كنت اصلا شغال في الفجالة شغال في مكتبة كتب خارجية وكنت مسافر السبعة الصبح الزحلات ملأطر عملت حادثة وروحت المستشفى عملت عمليتين وبعد كده مش عارف اللي حصل بقى ما نجحوش انا بقى فوقتي بقى لقيت رجلها كده اخوات البنات هم اللي قالوا لي على الخبر التقطور مرداش يقول لي واخوات البنات هم اللي قالوا لي وطبعا انا باشكر اخوات البنات وامي واخوي عشان ربنا خليهم لك يا رب وقفوا جنبية قوي وكنت مسافر وما حصل لان رجع الشغلة تاني في الفجالة باشغال دلوقتي حاليا في الفنادي شغال عام النظافة انا شغال عام النظافة بامسك باكنس بالمقاش وكده ومش مكسوف ان انا شغال عام النظافة يرزقك يا رب تستاكل لخير الله مكسوف ما تكوننا كده على فريق المعجزات تتكون امتى وزي واعضاء ايه وافراد عرفونا اكتر على فريق المعجزات فريق المعجزات بقى له حزبة مثلا حوالي خمس سنين فينا سبع نقدم مننا بكتير احنا نضمنا مؤخرا انا مثلا مع الفريق بقى له حوالي سنة ونص محمد بقى له مثلا حزبة ثلاث سنين الفريق طبعا اللي أسسه الكابتن محمود عبد ركز بالعكاز معاه الكابتن سيف والكابتن عبد الله دول اللي أسسسوا الفريق ومؤخرا ربنا قرمنا طبعا واتعمل منتخب بدأوا طبعا بهارا مقلوب احنا عندنا مفيش نادي عندنا مفيش دور يتعامل احنا بنتدرب طبعا كنا بنتدرب في استاذ المحافظة في السلام كان الدكتور راشرة في صبح كان مخصص لنا ساعة الصبح يوم الجمعة بنتدرب فيها وطبعا الساعة ما كانتش كافية ان احنا يزيد وفي ناس كتيرة يبتدت تتواصل معنا ناس جديدة ما بيشوفونا احنا بنجري وبنتحدى بعض وبنعمل مثلا طرئيسة بنعمل سبرينتو كويس بنعمل هاجمة بنعمل جون كويس الناس بتبتدي ممكن واحد يبقى يقول خلاص انا ازاي هلعب كور انا برجل واحد هكيد مش هلعب كور زي ما كنت ممنوع ان الكورة تيجي في العكاز باي حلم العوال يعني اي حد تاني في الظروف مشابهة غالبا هيمارس سياضة تانية بيستغلم فيها الادين نسل انا اصعب ده التحدي الادبر ما هو ده التحدي بتاعنا وحضرتك احنا كلنا بدنا اللي احنا كلنا دراعتنا ورجلنا ضعيفة كلنا ما اطلاقا يعني كل اللعيبة المعجزات كانت دراعتها ورجلها ضعيفة انا عن نفس انا بدت كنت بنط على سل دي بدايات اللي خلت رجلها تجمد ودراعات تجمد بدت بنط على سل على درجات السل وانزل واطلع وانزل ما بدت ارجع تاني اللي انا اتضرب اللي انا المس الكورة برجلية اول ما لمست الكورة برجلية قدم لاصحاب القدم الوحيدة لاندارك تحت مظلة مثلا للاتحاد للقواعد للأسف 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 لسه متعملهاش تلاحظ معن الكورة دي اصحاب الساك الوحدة طبعا لها في كل الدول الاتحادات ولها اندية ولها منتخبات احنا المرة الوحيدة لربنا كرمنا للسنة اللي فاتت دي اتعمل منتخب بمساعدة طبعا الناس اللي هي المسؤولين وسافرنا وحققنا بطولة برضو المركز السابع ولعبنا مع ابطال عالم والكابتن سيف واخد احسن حارس في تنزيل في أمم افريقيا في البطولة الاخيرة وعندنا لعبة برضو محترفين الكابتن محمود ومحترف النهار برضو في تركيا وإحنا كل يوم بيجينا لعبة جديدة هم بيجوا يلعبوا معنا بيحس أنه مفاتوا كثير فعلا يعني إزاي أنا برجل واحدة وهلعب كرة معاكم وهتحرك وهتحرك وحط جون والكلام ده كله وبنعمل مسابقات وبنخترح أفضل لعب أفضل هداف أفضل مهاجم وبنعمل الكلام ده كله يمكن أنا برضو زمالي الأسوياء بصمم أننا لعب معهم بعكاز وبيعملوا احتكاكات معي ودايما ما بيلعبوش من غيري دايما يقولوا لي لأ لازم أن تيجي تلعب معنا مستوىك بيتحس وفي ناس منهم يقول لي لأ يعني عنده حق جوة أنت إزاي هتحمل سبرينت وتعديني لا بالعكس أنا عندي رجليات على كده نجري قصاد بعض فأجري قصاد أسبقه هو من جوابي بقى إزاي 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 بتجري عكاز الحمد لله النهاردة أنا مبسوط من نفسي جدا ودايما بقول لأي حد صاحب من زاوي الهمم أنت بطل حكايتك أنت اللي تقدر تعمل من نفسك بطل أنت لو أعدت في البيت وقلت خلاص أنا حصلي إصابة أنت يستحيل ها تتقد لو أعدت اعتمدت أنت أنت لا تتجوز لا تتخلف يستحيل لازم أن يبقى قدامك هدف تقدر تعمل كل حاج أنا النهاردة عندي طرف صناعي بألبسه بأماشي طبيعي جدا محدش بأخد باله منه يمكن بعض ناس كتير جدا أنا كنت شغال من دوب ما بعت والشغلان دي لازما بتبقى مهمة جدا بأتنقل من مكان لمكان في ناس قعدت معا سنين لحد النهاردة ما يعرفوش أن أنا مركب طرف صناعي وابتديت أشتغل وابتديت أبني مستقبلي وأتجوز والكلام ده كله رائع جدا محمد عايزين بردو نسمع منك سريعا كده أنت ربنا يكرمك وشغلتك شغلانا محترمة بس محمد راسم لنفسه بجوار كرة القدم أنت نفسك تحقق أنا نفسي حقق أول حاجة يعني مش مش أظهر والله أنا نفسي ألعى في النادي الأهل أو الله أنا أمنيتي لأنني أحب الخطيب بطريقة يعني لا لهاش مثيل يعني ده كمت مقابلتوش قبل كده أنا نفسي أقبله أنا نفسي بإستشارة النادي الأهل ونفسي أقبله والله وبحب مجد أفشة برضو يعني جدا والله بأمان يعني الاتنين دول يعني عندي حاجة فوق الخيال أنا أصلا بلعب للس ملعب زي محمد صنع على العب صنع العاب ولسه واخد أفضل لعب ثالث أفضل لعب في مسابقة جراندينيا يعني خط أفضل لعب وخط أحسن صنع ألعاب ويعني أنا بشكر برضو الكابتن سيف والكابتن عبد الله والكابتن محمود وبشكر المؤسسة اللي كانت عاملنا المسابقة كانت مؤسسة سامير وعليه هم اللي كانوا عاملين المسابقة دي أنا خط أفضل ثالث لعب ومبسوط جدا بالمسابقة بس أنا حياتي ونفسي ببقى ليا تشيرت برضو تشيرت خاص ليا ألعب ولعب في نادي ويبقى ليا يعني زي نظام أنا رايح النادي وبقى من نادي وكابتن دربنا خاص تستحقوها لأن أنتو عندكم المهارة وتقدر وتحقق أنا عن نفس أنا حياتي أنا كنت حارس يعني لما بدأت اللعب أنا بدأت اللعب مع الناس يعني حريفة كورة أنا حارس مش لاعب في الملعب لعبت في مص الملعب ولعبت في صناع ألعاب ثبت نفسي الحمد لله مش أنا اللي أقول برضو أنا اللذبت نفسي أو كده هو التقييم بتاعك المدرب أو اللعب اللي معايا زميلي أنا كلما أطلع أسأل زميلي أنا كنت إيه النهاردة أنا حتى في المسابقة طلعت بقيت أسأل زميلي أنا استحق الجايزة كلمت الكابتين أحمد قلت له والنبي وحيات عيالك أنا استحق الجايزة أنا والله يعني يعني أريد أقول لكم على حاجة هو يعني المنتخب أو الفريق المعجزات لو نيجي نصور تقرير خارجي معاك وأنا وكريم ونشوف كونتو بتلعبوا نلعب معاك أنا شايف عطاقة دي تبقى حلوة ده أول حاجة شرف لنا ويعني دوعة هننصقها مع خريق الأعداد نعمل حلقة خريقية معاك تبقى حلقة جميلة جدا أنا نفسي ألعب ما تشوف نادي الآن نفسنا نفسنا عندنا نوادي زينا زي الدول التي تهتم باللعبة أندية الأهلي الزمالك المقولين النازل نحن قلنا ده في القناة وإن شاء الله يكون فيه وإحنا متأكدين أن هناك مسؤولين بيسمعونا وإن شاء الله ده يحقق يعني وكمان لما نصور التقرير الخارجي ويتعرض كمان عندنا يوصل للمسؤولين نفسنا ندخل النادي الأهلي نصور مع اللعيبة سهلة جدا نحن نفيذ حاجة ترفع من شكرا لحضرتك وشكرا نخلي بقالوش وحلو بس نحن نخلعكم لغات الآخر أنتم نورتونا وشرفتونا وإن شاء الله تشوفكم على خير بإسراء كل التوفيق لكم يا رب في اللي جاي بإسراء الله نذهب سريع ونرجع مع حضراتكم الآخر فقرة بحلقة النهار رحب حضراتكم مرة ثانية والفقرة الأخيرة مع دكتور دينا أبو السعود زي ما احنا متعوذين كده كل فترة بنبقى بنتكلم عن ملف مختلف النهاردة الملف اللي حنتكلم فيه عن التمثيل الغذائي ناس كتير ممكن متبقى مش فهمة يعني ايه التمثيل الغذائي وازاي أحسن جسمي وازاي بقى فيه تمثيل غذائي مناسب فيه كمان جسمي كل الملفات دي هنتعرف عليها في الفقرة بس خلينا نرح بالأول بدكتور دينا أبو السعود يعني دكتور دينا صباح الفل ومنورنا كالعادة وبتفيدينك العادة كل حلقة بملف مختلف والنهاردة نتكلم عن التمثيل الغذائي نعرف الناس في الأول يعني ايه تمثيل الغذائي تمثيل الغذائي سواء بقى حركة أو تنفس أو نمو وعملية التمثيل الغذائي ازاي نقدر نحول الأكل والشرب اللي احنا مناكله لطاقة الطاقة مهمة جدا عشان التفكير عشان التركيز عشان الحركة عشان النمو وطول ما احنا عايشين لازم يبقى فيه تمثيل غذائي من غير تمثيل غذائي ما فيش حياة ده التعريف البسيط لأستاذ المشاهدين طيب وفي حاجة اسمها الايد معدل ده مسترح يمكن طبي بس ممكن نفهم عنه هو الايد الميتابوليزم طبعا المعدل ده بيبقى ان انا اشرحه بيبقى صعب جدا لان هي لها معدلات تانية خالص لكن ازاي نقدر نحسن التمثيل الغذائي مهم جدا ان احنا نعرف يعني ايه تمثيل غذائي زي ما انا قلت وازاي نقدر نحسن التمثيل الغذائي وايه الاعراض قصور التمثيل الغذائي ده مهم جدا يا نها واند طيب التمثيل الغذائي ازاي نعرف اعراضه لو عندي اضطرابات في الوزن فجأة بدخن بسرعة او بحسن بسرعة او او اكتر سمنة ده من اكتر الحاجات اللي بيبان عندنا مشكلة في التمثيل الغذائي طيب ازاي نقدر ان احنا نعود ده وازاي نقدر نحسن المتابوليزم يمكن فيه مقولة خاطئة ان اذا انا هاخد فيتامينات ده ادخن بالعكس الفيتامينات فيها فيتامينز مهمة جدا لتدعيم الطاقة مهمة قوي ان انا اعرف ادعم الطاقة مهمة الاكل اللي انا بأكله الخلية تعرف تحولها من دال طاقة بس بكرة سألك حاجة دكتور بمناسبة فعلا الفيتامينز اللي بتتخن البعض بيقول ان الفيتامينز للشعر اللي هي تبقى مركزة للشعر بتتخن الفيتامينز انها بتحسن المود وانس ان المودك تحسن يبقى شهيتك كويسة وتقطي كويسة انا ضد ان افقد الشهية ليه افقد شهياتي شهياتي كويسة اكل اكل صحي يمكن انتي قصدك على البيوتين لو تركيزه عالي بالعكس الفيتامينز بتحسن المود يمكن كمان لما بتلاقي عندي مشكلة اكتئاب او ملل او قلق بيحصل تخن على فكرة لان انتي عندك نقص في فيتامينز مهمة جدا للتمثيل الغذائي اللي هو فيتامين بي كومبليكس بكل مشتاقاته من اهم الفيتامينات اللي بتقدر تساعد على الحر وتعليل الموتابلزم يمكن الستات عندها مشكلة اكتر في معدل الايد ليه لان الراجل عنده عضلات اكتر عنده كتلة العظم اتقل من الست فالست بيحصل لها يمكن حتى بعد انقطاع الدورة بتدخن لان هرمون الاستروجين بي ال وانس الهرمون الاستروجين ال بيحصل انها بتدخن فلا انا مش مع ابدا ان الفيتامينز بالعكس الفيتامينز بتعليلي معدل الحرق جدا ومن اهم الفيتامينز او من اهم المكملات الغذائية اللي موجودة في السيداليات في مصر الوقت هو يعني مهمة جدا لدعم التمثيل الغذائي التمثيل الغذائي مش بس عشان ان انا اخص ده رقم واحد لكن مهم حتى حركتك في التنفس مهم التركيز كل ده بنسميه تمثيل غذائي قلب مولتي فيت مهم جدا لدعم التمثيل الغذائي لاحتواء وطبعا هي دي العلبة ينهونت العلبة نركز في تفاصيلها نركز في شكلها ملناش اي ملناش اي بديل حالو بس انا عايز اقولك على حاجة بقى دكتور كويس او ان انا افتكرت دلوقتي لان دي رسائل كان حدا ايه اللي يقولها لك اصلا الارقام اللي على الشاشة اوقات بتبقى مغلقة او محدش بيرد فيعملوا ايه الناس واضح ان فيه ناس كتير حبا ان هي فعلا تتواصل عشان تحصل على الفيتامين ايه بقى الحل الحل لا احنا عندنا بدل موجودين في كل استيضاليات حتى لو الرقم مشغول انزلوا استيضالية يطلبوه ما عنديش مشكلة طبعا البا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء مهم او يقول ان البا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء عشان يدي امان لكل الناس اللي بتتفرج علينا انه مرخص يا جماعة ما تاخدوش اي حاجة من المكملات الغذائية ملهاش ترخيص وما تمشوش وراء اي حد ايا كان يقولك وقف الدواء واخد فيتامين ما فيش حاجة اسمها نوقف الأدوية الأدوية هي رقم واحد في العلاج الفيتامينات هي دعم التمثيل الغذائي دعم المناعة دعم صحة الشعر والبشرة ودعم تكوين خلايا الدم فدي برضو مهمة جدا لان اي حد يقولك احنا نوقف ازاي هجما هنوقف دواء يعني مثلا مرض السكر مثلا محتاجين الأدوية بتاعتنا زي الإنسولين وزي الأدوية التانية لكن قلب مولتي فيت لا يتعرض مع اي دواء من اصحاب الأمراض المزمية يعني الارقام دي بيتم الاستفسار منها واعتقد كمان ممكن نحجز بيها بس هي ممكن يكون بس الضغط في مشكلة بالضبط بس واضح في اقبال دي حاجة حلوة لانا شخصين بجد في ناس بتسألني يعني بقول لك الحاجات كي بوصلك رسائل للناس لان انا ما عرفش ما اكيد مش هديهم رقم حضر فبقول لهم الارقام مش شغلة لا اكيد شغلة ممكن يكون بس سبب الضغط وقت الحلقة احنا موجودين على فكرة الكل سنتر دال الاستفسار فقط مش للبيع موجودين 24 ساعة موجودين 24 ساعة ممكن وقت الحلقة تلاقي في ضغط عالي قوي فتكلموا في اي وقت غير وقت الحلقة الكول سنتر موجود ويقدر يقول لكم موجود في سيدلية جنبكم لان احنا خلال ان شاء الله شهر هنوفر في كل محافظات مصر ايا كانت حتى البعيدة حلو جدا طيب لو وقف ولا اخذوا ستة اخذوا مرة في السنة المعلومات الدقيقة تفرق مع الناس بيبقى في بعض الفيتامين تتخذ كورس زي ما الدكتور يكتب سواء شهر او اثنين او تلاتة ده بيبقى نقص شديد شديد سيدة عندها شاشة عضم وعندها نقص شديد في الكالسيا وقتها الدكتور يكتب لها جراعات زيادة قوي بيمش عليها زي ما الدكتور يقول شهر شهرين ثلاثة وبتوقف الجراعات الزيادة وبتكمل على القلب مالتي فيت لان تركيز بسيطة مالهاش اي خطورة ايا كانت قلب مالتي فيت هو لايف تايم هو مش علاج لأي حاج هو داعم فقط للصحة وتكوين العضو تمثيل الغذائي مهم جدا يمكن اول مرة تكلم معك على قصة التمثيل الغذائي قلب مالتي فيت رائع لسرعة تمثيل الغذائي والموتابولزم بتاعنا يبقى أعلى الله دي نقطة دي مهمة للسيدات طبعا يعني ممكن موتابولزم كمان يزيد دي اكتر حاجة ان احنا اي حدا عايز يخص بيبقى نفسه فيها مع حاجات يعني انا بعمل رياضة خصيت في الاول وفجأة ما بقيتش خصة تاني غير نظام الرياضة يعني انت عارف الجسم خلاص بيبقى اتعود على التمرين ده فما فيش اي تحدي ان هو يحرق دهون مهم اوي ان انا اعرف احرق دهون انا وانس ان حرقت الدهون العضلات هتتبني اكتر التمثيل الغذائي هيبقى احسن طبعا انا شايف على الشاشة البمولتيفيد ده العبوة العبوة بتكفي شهر عشر كابسول في شريط واحد طبعا احنا شايفين على الشاشة دلوقتي التراكيز بتاعت البمولتيفيد عندي فيتامين اهو عندي زينك عندي الفيتامين اي عندي فيتامين سي عندي فيتامين بي مهم جدا ثري سيكس فايف عندي الكابر اللي تحتيل كالسيا عشان الناس بتتلغبط بين السيو و سي اي عندي فيتامين بي وان عندي البيوتين عندي الفيتامين بي تو عندي الفيتامين بي توالف وعندي الفوليك أسد طبعا من أهم المكونات أو الفيتامينات للتمثيل الغذائي وتعليل الحر هو فيتامين بي بكل أنواعه حلو جدا بسي بقى عندنا سيرة مشاهدين كتيرة ولسه عندنا أسئلة نحاول علشان وقت الفاكرة نروح لأستاذ محمود خليل بيقول صباح الخير على حضراتكم أنا من كفر الشيخ ممكن ألاقيه عندنا في الصيدليات ولا لازم نجيبه من القاهرة ده أول حاجة وبعين بيقول أنا ابني في ثانوية عامة وبيشتكي من أنه بينسى أعتقد أنا نفس الشكو على فكرة ومشو يعرف يركز وهو بيذاكر فهل ممكن تساعدينها طبعا قلب مالتي فيت موجود في كل محافظات مصر يعني كفر الشيخ وصلنا في صدلات كتيرة جدا جدا برضو نعمل سكرين شوت على قلب مالتي فيت عشان ما يبقاش فيه احنا ما عندناش بدائل موضوع التركيز مهمة قوي اننا أدعم التركيز بتاعي بقلب مالتي فيت لاحتواءه على كذا حاجة من أهم الفيتامينز المهمة للتركيز هو فيتامين بي كومبليكس لأنه بيدعم لي جدا صحة العصاب وفيتامين هي مهمة قوي عشان بيشتغل أز أنتي أكسيدن وبيقلل التهابات فأعتقد أن قلب مالتي فيت هيبقى كويس جدا لتحسين الزاكرة وعدم النسيان طيب رانا منصور بتقول أنا نص شعر يوقع مش عارفة أعمل إيه ساعدوني نص شعرها وقع طبعا عندي فيتامينز مهمة في الداخل قلب مالتي فيت لصحة الشعر زي الزينك زي الكابر برضو المكملات الغذائية عندها فيها نقص فإحنا بنكملها ده لو ما عندهاش مرض معين يعني ممكن يبقى عندها مثلا مشكلة في الغضة الدرقية لازم تروح للدكتور وتعامل تحليل الغضة الدرقية ممكن يبقى فيه مشكلة أمراض منعية اللي بتهاجم البصيلة الشعر وطوقةها فلازم أهم حاجة أتأكد أن ما عنديش مرض محتاج دواء لكن قلب مالتي فيت بيدعم الشعر جدا 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 كويس قوي شايماء سمير هل قلب مالتي فيت ليه أي أثار جانبية على الجواز والحمل وهل الجرعة بتختلف حسب العمر ولا لا قلب مالتي فيت ليه أي أعراض جانبية إطلاقا هيبقى كويس جدا مع الحمل كمان لأن الحمل محتاجين كالسيا محتاجين فوليك أسد فهيبقى كويس لها جدا وليه أي أعراض جانبية إطلاقا ويعني السن أو العمر لا هو كابسولة واحدة هو بيبتدي من 13 سنة نستخدمه لجميع الأعمار كابسولة واحدة أعتقد أنها كفاية جدا جدا لأنها التركيز التي نحتاجها في اليوم حسألك سؤال أي حد دلوقتي يمكن يقول أو يجي في ذهنه أنا دلوقتي خدت الفيتامين أو المكمل الغذائي بعض الناس ستفتكر أنه سحر أول ما ستأخذ يوم يومين ثلاثة طقتي ستتحسن موضي سيبقى أفضل سيبقى مركزة أكتر الحاجات التي هي قريبا بيكملها أو بيؤدي لها المدة قد إيه اللي أنا ممكن أقول أنا فعلا حاسس أن أنا شخص مختلف لما أبتدي أوازب على ألف مالتي بي أهم حاجة يعني هوندو فعلا موظبة يعني ماخدوش مرة في الأسبوع وأقول أنا مش لدي نتيجة بالصبت أولا سعره كويس جدا أنا يعني مش محتاجة حويش لأنه سعره في متناول الجميع كويس يعني الدكتور فاضل تقول لك بكام خلاص يعني خلاص يعني تراحيك بتأكدي على متناول الجميع فكده حتى الناس اللي هي يعني محدودي الدخل يقدروا أنهم يحصروا عليه بالسهولة جدا للأسرة كلها بالزبت طبعا سعره كويس جدا هشوف النتيجة في خلال أسبوع على فكرة الطاقة والتركيز بشوفه في خلال أسبوع ممكن تحسين الوجهة أو صحة البشرة أكتر شوية والشعر يعني ممكن تحسين بصيلات الشعر في خلال أسبوعين ثلاثة بلائق تحسين كويس جدا أهم حاجة أن أنا أواظب عليه أستخدمه مرة واحدة في اليوم وهو تركيزات مش عالية أن أنا أخذه شهر أو شهرين ووقع فهو تركيزات كويسة جدا مناسبة جدا لكل الناس بلا استثناء عايزين بس نأكد على حاجة برضو تاني لأن بيتبعت أسئلة أنا بنفسي أنا مش دكتورة عايز أدخل رد فأقول أحسن لما دكتور دينا تبقى معنا برضو حد بيجي يربط مش فاهم أن المكمل الغدائي ده حاجة والدواء ده حاجة تانية يعني في ناس حتى لما أنا بخش أتابع ردود لأفعال فأيجي الدواء هو العلاج لأي مرض أي أن كان ويريد يا جماعة ما نمشيش وراء كلام أي حد أي أن كان يقول لك وقف دواء إزاي هنوقف دواء عندي أدوية سيولة مهمة عندي أدوية ضغط عندي أدوية قلب عندي أدوية سكر عندي أدوية هرمونات للستات عندي أدوية كثيرة جدا لا ما فيش حاجة اسمها البرسكريبشن الدكتور دي أنا بالنسبة لي رقم واحد قلب مولتي فيت ليس علاج لأي مرض وليس دواء هو فقط الفيتامينات اللي ما بقدرش كلها من الأكل لأنه يمكن الفيتامينات معظمها لجسم ما بيصنعه فإننا مش قادرة أعرف أكل من الأكل الصحي أو أخذ الكمية المطلوبة يوميا أنا بستخدم قلب مولتي فيت هو اسمه مكمل غذائي وليس دواء دي معلومة مهمة جدا وكل مرة يا نهوان دي ريت برضو صحي طيب هنروح معلش لي الرياضيين شوية حتى يعني أصدقاء لي في الجيم وغيره بشوفهم بياخدوا مكملات غذائية إزاي أعرف المكمل الغذائي الأنسب لي وليه ألب مولتي فيت مش مكمل غذائي تاني طبعا ألب مولتي فيت هيبقى دعم للرياضيين جدا لأن الرياضيين محتاجين فيتامين بي كومبلكس عشان صحة أعصاب لو عايزين يشيلوا أوزان تقيلة وإداء هم وترتعش لازم العصاب تبقى قوية محتاجين زنك طبعا لأن الزنك هو اللي بيريح العضلة بعد التمرين ومحتاجين يأكلوا بروتينات زي البيض حلو قوي ليهم على فكرة البيض مهم جدا لدعم الغذائي يمكن يعني زين برضو نقول بس البيض المسلوق ولا البيض اللي بزيت ومشوروم عارفة بيقولولي إيه طب خلاص أنا عايزة أخص مفتار لا دي مصيبة أن أنا مفتار لا الفطار الصحي الصبح هو اللي بيدعم لي التمسيلي أي حاجة بقى أكل أي حاجة لا ما أقولش أي حاجة لا لا ما أقولش ثلاثة أربعة رغيف عيش وأقول أنا بالزبط دي الأدوية اللي بدي عاملي موضوعك بعد أيوة فمهم أولي تمثيل الغذائي سالمون عشان دون الصحية مهم جدا زيت الزيت الزيتون عشان دون الصحية الجذر الموز البروكلي مهم السبانخ المشروبات يقولي طب خلاص عرفنا الأكل طبعا الفراخ مهم اللحم البيضة المحار العشب البحر كل ده مهم من المشروبات أو الحاجات اللي منشربها بدي عامل التمثيل الغذائي القرفة حلوة قوي القرفة حلوة قوي الجنزبيل حلوة قوي الأكل فيها شطة الكمون برضو أنا أشرب كل يوم كمون سخت ده جميل كريم يقول علي قريبت عاملة زي الكاري وعلى فكرة الشطة حلوة جدا الأكلات الشطة بتخسس طبعا هي الأكلات والحاجات اللي نشربها اللي بتقدر تدعم التمثيل الغذائي الناس اللي في الجيم أو الرياضيين هيبليهم قلب مالتي فيت حلو لأنه في زينك وفي فيتامين بي كومبلكس في كالسيوم عشان نقدر نقوي عضمنا الكالسيوم موجود ب70 ميلي جرام كمان داخل ألف مالتي فيت كويس طب أنا دلوقتي لو جيت مثلا شخص مثلا عندي مشاكل في فكرة هنا يعني اسمه التكوين الغذائي اللي في الجسم التكوين الغذائي عندي في جسمي فيه نقص وفي نفس الوقت أنا بصراحة مش قادر أن أعوضه بالنصائح اللي حضرتك لسه إليها دلوقتي لاي الأكل السليم أو نصحته نصيحة أقوله كل عادي مثلا باللايفستايل بتاعك اللي هو مش السليم بس على الأقل صلح وخد مكامل غذائي يعني نعمل على الأقل بالانس ده مهم جدا طبعا أننا نستطيع نعمل بالانس لأن فيتامين بي هو اللي بيحول لبروتينات والدهون لطاقة فالأكل اللي فيه بروتين أو حتى دهون بيقدر حاولوني الطاقة وما فيش مشكلة لنحن نلعب شوية رياضة ونشب مياه كويس أو نتحرك في البيت حتى وحنا في بيتنا بنقعد نطلب من الناس قاعدين ما منتحرك قدام التلفزيون فمهم برضو الحركة أعطول أنا عطول في الحركة بركة نتحرك شوية ونستخدم ألبا مالتي فيد ده مهم والسيدات اللي بعد انقطاع الدورة بتلاقيهم بيتخنوا يعني دي برضو مشكلة ان هم بيعانوا من السمنة فلان الهرمون الاستروجين بيقع فإحنا فعلا نأكد عن نقطة دي بالضبط مهم جدا والضغط العصبي بيعلي الكورتيزون دي مش حلق دي مش حوعدك ان لها حل يعني نحاول 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 ناخد قلب مالتي فيد بقى فعلا هيقلم اه طبعا بيدعم جدا الفترة اللي احنا فيها دي على الأصعيدة كلها ناس في الدراسة ناس بتشتغل ناس بتدرس ناس متجوز ناس يعني مرتبطة اهالي كله عنده الشد العصبي للأسف الشديد مؤخرا بقينا نسمع أطفال نسمع شباب يتكلم في النقطة دي نسمع عن مفروض عواجيز فوق سن المعايش يكونوا مرتاحين القصة فعلا محتاجة حاجة مهدقة شوية بس معلش لو هنختم بالسؤال ده ايه اللي ممكن او ايه مكونات المالتي اللي ممكن تهديلي شوية الأعصاب بس اقل من دقيقة من اهم الفيتامين مهم جدا لان هو اللي بيدعم للأعصاب قوي وبيدعم للتركيز وحتى صحة العين يعني بتلاقي ساعات بيحصل من اهم الفيتامين للاسترخاء هو فيتامين بي واكيد موجود داخل المرخص من نهائة سلامة الغذاء وعلى طول بقول ما ناخد اي حاجة احنا مش عارفين ترخيصها والحلو في هذا المكمل انه موجود في الصيدليات ويضاي ديني امان انت عارف انه وانا ما فيش اي دواء او في الشلف ملوش ترخيص فده ده امان نقطة مهمة جدا دكتور دينا بتنوارينا كالعادة وانا بستفيد قبل اي حد كمان وستاذا مشاهدين وانتبعين كل ما كان اكيد بيستفيدوا ولسه في حلقات كتير ومرافات كتيرة جدا هتكون معنا خلال الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي ان شاء الله مع دكتور دينا لغاية دلوقتي انا خلاص بقى حاني الفقرة ونشوفكم ان شاء الله بكرة في حلقة جديدة انا وكريم مع السلامة